الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين الحمد لله الذي فضل بعض الشهور على بعض وفضل بعض الأيام على بعض وفضل بعض الليالي على بعض وفضل بعض الأوقات على بعض ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر ثم أتبعه بالأشهر الحرم وفضل يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع وفضل ليلة القدر على سائر الليالي فالله سبحانه وتعالى يفضل ما شاء بما يشاء سبحانه وتعالى أعزائي المشاهدين صبحكم الله تعالى بكل خير ها هي أيام الخير والرحمة والبركة ها هي نفحات الخير قد هلت علينا ها هي أيام وليالي شهر الله رجب يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وورد في الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا يعني الشهور الهجرية السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات يعني هناك ثلاثة من السنة الهجرية 12 شهرا كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن هذه الأشهر هناك أربعة أشهر حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب فرد يعني رجب الذي بين جمادى وشعبان ورجب قد كثرت أسماؤهم قيل رجب سمي رجب من الترجيب يعني التعظيم من الترجيب أي التعظيم وقيل رجب بالميم يعني لأن الشياطين ترجم فيه وسمي يعني يقال رجب الأصب قالوا لأن الرحمة تصب فيه صبا فاللهم صب علينا وعلى بلادنا الخير فيه وقيل رجب الأصم يعني لأن العربة كانت تعظمه فكانت لا تسمع فيه قعقعة السلاح فكان يسمى رجب الأصم ويقال رجب الفرد لأن الثلاثة الأربعة أشهر الحرم منها ثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة وشهر الله المحرم ثم يأتي بعد ذلك شهر رجب فرد يعني ليس متواليا بعدهم وقيل رجب مضر نسبة إلى قبيلة مضر وهي بطن من بطول العرب قبيلة من قبائل العرب كانت تعظم شهر رجب تعظيما شديدا بل يعني كانت من شدة تعظيمها لهذا الشهر نسب الشهر إليها فالنبي قال ورجب مضر يعني نسبة إلى قبيلة مضر لأن القبائل العرب ماذا كانوا يعملون كانوا يغيرون في الأيام والشهور على حسب أهوائهم يعني أحيانا يزيدون أحيانا ينقصون إلا قبيلة مضر كانت تعظم شهر رجب فلا تقدمه ولا تؤخره عن موعده من شدة تعظيمها له وجاء الإسلام وبيّن أن هذا الشهر الكريم شهر الله رجب هو من الأشهر الحرب والله تعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم قد ورضى علي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال فلا تظلموا يعني لا تظلموا أنفسكم في سائر العام وفي سائر الشهور ثم خص من هذه الشهور الأشهر الحرم وذلك لبيان فضلها ولعظيم أجرها وكذلك لعظم كما أن الأجر فيها مضاعف قالوا كذلك لعظم الذنب فيها فالواحد لا يظلم نفسه بفعل المعاصي لا يظلم نفسه باتباع الشهوات لا يظلم نفسه بالوقوع فيما حرم الله لا يظلم نفسه باتباع إعادات غير المسلمين ونحو ذلك فالإنسان ينتبه عليه أن لا يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي وقالوا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعلى فضل هذا الشهر الكريم وقالوا رجب يعني رجب هو مفتاح أشهر الخير والبركة فإنه يليه شهر عظيم هو شهر شعبان فيه ليلة من أفضل الليالي وهي ليلة نصف من شعبان ليلة ترفع فيها الأعمال إلى السماء ثم يليه شهر رمضان وهو خير شهور السنة على الإطلاق وفيه ليلة هي أفضل الليالي على الإطلاق ليلة القدر العظيمة عظيمة الشأن والمقدار فرجب هو فاتحة أشهر الخير والبركة وقيل رجب شهر للزرع وقيل رجب هو شهر للزرع وشعبان هو شهر لسقي الزرع ورمضان هو شهر لحصاد الزرع فالإنسان يعني يزرع يرمي البذرة في رجب يستعد يعني نضرب مثالا أحيانا يعني لعب الكرة لما يكون على دكة الاحتياط ليس لا يقوم مباشرة وينزل إلى الملعب مباشرة بل ماذا يعمل تلاقي آم بدأ في الإحماء ونحو ذلك ثم بعد ذلك يعني بعد أن يعمل الإحماء والحركة ونحو ذلك ينزل إلى أرض الملعب فكذلك الواحد لا يدخل مباشرة إلى شهر رمضان ويظمن أنه سيجتهد بل عليه أن يروض نفسه عليه أن يعود نفسه على فعل الخير يستعد من الآن هذه فرصة الله سبحانه وتعالى أكرمنا من علينا بأن أدركنا هذا الشهر الكريم حتى إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى ذلك فكان صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه كان إذا رأى هلال شهر رجب قال يعني الله مبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فالواحد منا عليه أن يغتنم هذه فرصة عظيمة الواحد منا عليه أن يغتنم هذه الأيام المباركات عليه أن يغتنم هذه فرصة الله من عليك بأن أدركت هذه الأيام المباركة فاغتنمها ولا تضيعها فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى يعني الدنيا سائرة إلى الزوال والانقطاع الواحد منا عليه أن يكون في الدنيا كما ورض في الحديث كن في الدنيا كأنك غريب بل الأمر أشد من ذلك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لأن الغريب قد ينزل بلدا ويتخذها موطنا له أما عابر السبيل لا بد أن يرحل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الدنيا سائرة إلى الزوال والانقطاع فالواحد منا عليه أن لا ينشغل عليه أن لا ينشغل بالدنيا وشهواتها وزخاريفها بل عليه أن يعمل في الدنيا بقدر مكثه فيها وعليه أن يعمل للآخرة بقدر حاجته إليها اعمل للدنيا بقدر مكثك فيها واعمل للآخرة بقدر حاجتك إليها ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال ارتحلت الدنيا وهي مدبرة أي الدنيا سائرة إلى الزوال والانقطاع وارتحلت الآخرة وهي مقبلة أي الآخرة مقبلة علينا أي الآخرة مقبلة علينا اليوم العمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل غدا أي في يوم القيامة غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا فعلينا أيها الأحبة أن نغتنم هذه الفرصة وقد يسأل أحدنا أن رجب وهو من الأشهر الحرم هذا الشهر الكريم هذا الشهر العظيم الناس تعودوا فيه على أشياء كثيرة فتأتينا أسئلة مثلا بعضهم يسأل ما حكم الصيام في شهر رجب وهل يخص هناك فيه أيام أو رجب لخصوصه يخص بالصيام أم كيف الحال هناك أناس يقولون بدعة وهناك أناس يقولون كذا نقول لم يرد في تخصيص شهر رجب يعني لم يرد حديث في تخصيص رجب بالصيام ولكن من عموم الأحاديث التي وردت ووردت في الترغيف في صيام الدهر إلا خمسة أيام التي يحرم صومها كأيام التشريق ويومي العيد هذه الأيام يحرم صومها لا يجوز الصوم فيها فهذه الأحاديث التي وردت في فضل صيام الدهر وفي صيام الأيام منه هذه الأحاديث من عمومها يستدل بها على مشروعية الصيام في رجب والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الأشهر الحرم فقال للرجل صم من الحرم وأفطر صم من الحرم وأفطر فهذا دليل أيضا على أنه يستحب الصيام في الأشهر الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي صم من الحرم وأفطر فالإنسان عليه أن ينوع العبادات في مثل هذه الأيام وخاصة في الأشهر الحرم في هذه الأيام الإنسان ينوع من صيام من ذكر صيام وصلاة وذكر ودعاء إلى غير ذلك بل الأولى بالواحد مننا إذا كان عليه هذه فرصة نحن الآن في فصل الشتاء والنهار قليل والنهار قليل والإنسان لو صام فيه يعني قل ما يحس بالصيام فيه من عطش ونحو ذلك بل الإنسان عليه هذه فرصة عليه أن يغتنمها النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني كما روي عنه صلى الله عليه وسلم يعني الشتاء ربيع المؤمن يعني قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه يعني يطول ليل الشتاء فالإنسان ينام ويقوم يصلي ونحو ذلك ويقصر النهار فيه فالإنسان يصوم فيه وقال العلماء نقل ابن حجر عن الأكابر قال من شغى له الفرض عن النفل فهو معذور يعني كثير من الناس يكون عليهم قضاء صيام من رمضانات فائتة يعني مثلا لو أن إنسانا كان لا يصوم في يعني من أول ما بلغ كان أحيانا يفطر في رمضان أو بقي سنوات لا يصوم ثم هداه الله فبدأ في الصيام بدأ يصوم رمضان هذا لا يأتي ويشغل وقته بصيام النوافل لأن هذه رمضانات الفائتة أو الأيام التي أفطرها من رمضانات سابقة هذا ينبغي عليه أن يقضيها ينبغي عليه أن يقضي هذه الأيام فلا يأتي يشغل نفسه بصيام النوافل التطوع ويترك الدين الأصلي دين الله أولى بالقضاء كذلك من كان عليه صلوات فائتة إنسان مثلا من أول ما بلغ كان يكسل في الصلاة أو كان لا يصلي بقي مدة لا يصلي أو كان يصلي ثم يقطع ويصلي ثم يقطع ثم هداه الله سبحانه وتعالى وبدأ يحافظ على الصلاة في وقتها فهذا لا يشتغل بالنوافل بل عليه أن يقضي الفرائض أولا لأن الفرائض يسأل عنها يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك يعني لا كفارة لها إلا قضاؤها هذا من تركها بعذر فكيف بمن تركها بغير عذر علينا أن ننتبه أن بعض الناس ماذا يظنون يظنون أنه إذا بدأ في الصلاة يعمل نوافل كثيرة حتى تسقط ما عليه من فرائض لا الأمر ليس هكذا يقضي أما الحديث الذي ورد أكمل لعبدي يعني فريضته من نافلته يعني معناه أي في الثواب ليس معناه أن النافلة تسقط الفريضة التي عليه فينبغي أن ينتبه لمثل هذا لذلك قال ابن حجر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور معذور بقضاء ما عليه من الفرائض وأما من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور من شغله الفرض عن النفل فهو مغرور هذا حاله كحال إنسان عليه ديون عليه ديون ثم يأتي ويتصدق ويدفع المال هنا ويدفع المال هناك اقضي أول دين الذي عليك ثم بعد ذلك تصدق وتطوع كذلك الإنسان يقضي ما عليه من فرائض ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ينشغل بالنوافل معنا اتصال فضلي يفنم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت شيء نعم أنا فيه صلاة كتير فاتتني قابلتني بس ممكن أصليها إزاي أو أعمل إيه ممكن بس تقفل التلفزيون أو تواطي الصوت شوي بعيدة عن التلفزيون أنا بعيدة عن التلفزيون تمام وليس سؤال تاني أنا فيه أوقات صلاة فاتتني كتير تمام ممكن يعني ممكن إزاي إن أنا أرضيها إذا فاتت طيب فيه سؤال تاني لا طيب أنا قابلت دلوقتي حاضر إذا إنسان عليه صلوات فائتة فاتته إذا إنسان عليه صلوات فائتة فاتت منه بعذر أو بغير عذر هذا ينبغي عليه أن يقضيها هناك طرق كيف يعمل ممكن إنسان يصلي مع كل فرض فرض مثلا صلى الظهر فيصلي مع الظهر ظهر ومع العصر عصر ومع المغرب مغرب وهكذا أو بين الصلوات يعني مثلا بدل أن يجلس يذكر الله هذه نافلة فيقوم يقضي ما عليه أو إذا قام في الليل يصلي يصلي من الفرائض التي عليه وليس شرطا أن يقضي الظهر في وقت الظهر هذا ليس شرطا يعني ممكن لو بالليل صلى ياخدهم مثلا بالترتيب صلى صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء أو مثلا كان عليه كان مغرف فصلى فقضى يعني عدد من المغرب الذي فات من المغرب الذي عليه أكثر من مرة وهكذا ومعنا اتصال آخر تفضلي يا فندم تفضلي يا فندم شكرا لنتصال يا فندم طيب حاول التصلي ثانية يا فندم فالإنسان يقضي الصلوات التي عليه إما مثلا يقضي مع كل وقت فريضة يقضي فرض أو فردين مع الظهر الظهري ومع العصر العص أو ما بين هذه الأوقات يجوز له أن يقضي ما عليه بدل أن يشتغل بالنوافل فإذا قضى ما عليه طب بعض الناس يقول لك أنا دلوقتي مش عارف أنا فتني أديه إنسان بيحسب تقديريا أنه أنا فتني كذا أو أعدت تقريبا سنة ما كنتش بصلي فيها أو سنتين فيحسب الفترة دي تقريبا فيصلي إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه من فرائض ثم بعد ذلك يشتغل بالنوافل ثم بعد ذلك يشتغل بالنوافل كذلك في أمر الصيام الصيام هذه فرصة إذا إنسان كان يفطر في رمضانات سابقة عليه أن يكثر في هذه الأيام وقلنا النهر قصير ولا يحس بالصيام ولا بتعب الصيام ولا بعطش الصيام ونحو ذلك فعليه أن يسارع أيضا في قضاء ما عليه من رمضانات فائتة يعني من قضاء أيام كان أفطرها سواء بعذر أو بغير عذر وكذلك النساء التي أفطرت في رمضان بغير عذر عليها أن تسارع في قضاء ما عليها قبل أن يدخل رمضان الثاني ثم بعد ذلك الإنسان ينشغل بالنوافذ معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بارك الله فيك يا مولان آمين وفيكم لو نفع بيك الأمة إن شاء الله أكثر من أمسان اللهم أمين وفيكم بارك الله فيكم أتفضلي السؤال طيب شكرا يا فاديم عود الإتصال بنا مرة تانية فذكرنا أنه في الصيام في صيام شهر رجب لم يرد فيه حديث بتخصيص رجب ولا تخصيص يوم من أيامه بالصيام ولكن لعموم الأحاديث التي وردت في الحث على الصيام والإكثار من الصيام طبعا في غير الأيام التي يحرم صومها وكذلك لما النبي قال للصحابي صم من الحرم وأفطر فهذا دليل على استحباب الصيام فيه لأن رجب من الأشهر الحرم وكمان ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصوم في شعبان فقالوا يا رسول الله لا نراك يعني تصوم يعني تكثر من الصيام هكذا يعني مثل ما تصوم في شعبان فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وأحب أن يرفع عملي وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فهذه فرصة أن الإنسان فقال علماء هذا النبي قال بين رجب وشعبان فهذا يعني بيان لفضل شهر رجب وللصيام فيه فكذلك أيضا من الأمور التي حصلت في شهر رجب يعني سريع من الأمور التي حصلت في شهر رجب حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب وكذلك حصلت في العاشر من شهر رجب في السنة التاسعة للهجرة حصلت غزوة تابوك معنا اتصال فضلي يا فنم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جاك يا مولاني أهلا وسهلا ومرحبا ربنا يفتح على حضرتك يا رب عارك الله فيكم الله يحسن إليكم الله يبارك لك يا رب اللي عليك في الأيام المفترضة كده تدعي الأموات نوبات المسلمين يا رب إن شاء الله تعالوا وأنكم كذلك إن شاء الله تدعي لهم كده بالرحمة كده والغفران ويجعل الأيام المسلمين بخير ويضح الغمة عن الأمة يا أكرم الأكرمين يا رب اللهم آمين ربنا يبارك في حضرتك يا شخص بارك الله فيك عندك سؤال يا حقا شكرا من حضرتك شكرا يا فندم بارك الله فيكم فمن الأمور التي حصلت في شهر رجب غزوة تابوك كانت في العاشر من شهر رجب في السنة التاسعة للهجرة وكذلك وفاة الخليفة الراشد الخليفة السادس سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سنة 139 هجرية وكذلك ذكر الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب وعلى قول في السابع والعشرين من شهر رجب وكذلك كانت وفاة الإمام الشافعي الذي نور مصر وقبره معروف ويزار يزار بها كذلك كانت في شهر رجب سنة 204 للهجرة فكل هذه أمور حصلت في شهر رجب وينبغي علينا أيها الأحبة أن نغتنم الفرصة في هذه الأيام وفضائل الأعمال كثيرة الفضائل الأعمال كثيرة والأحديث التي ورضت فيه فضائل الأعمال كثيرة من حيث الوضوء والصيام والصلاة والصدقة والبر والتبس في وجه أخيك المسلم يعني بنية حسنة صدقة إلى غير ذلك والله يقول وفعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون والله يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قام في الليل يصلي فقام فبكى وركع فبكى وسجد فبكى حتى ابتل التراب الذي بمحاذاته فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها لما كل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فالله سبحانه وتعالى عظيم يعطي على العمل القليل الأجر الكثير فبادروا بالأعمال بادروا بالأعمال الصالحة في هذه الأيام وأكثروا منها وعودوا أنفسكم على الخير فيها نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يصب علينا الخير صبا وأن لا يجعل عيشنا كدا كدا اللهم احفظ بلادنا من كل مكره وسوء وارفع عنا البلاء والوباء وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته